بسم الله الرحمن الرحيم باب الآنية سندرس في هذا الباب بإذن الله عز وجل تعريف الآنية الأصل في حكم الآنية وما يستثنى من هذا الأصل ويكون ذهذا الاستثناء في ثلاثة أمور الأمر الأول الأواني نجس عينا الأمر الثاني أواني الذهب والفضة الأمر الثالث أواني الكفار تعريف الآنية الآنية جمع إناء وهو الوعاء الذي يوضع فيه الشيء ويأتي به الفقهاء في باب الطهارة لأن الوعاء هو الذي يوضع فيه الماء وهذا الوعاء له أحكام تخصه وبالتالي لا بد من معرفة هذه الأحكام الأصل في الآنية الأصل في الآنية هو الحل فإن الأواني في الأصل حلال لا يحرم منها شيء سواء كانت من خشب أو من حديد أو من نحاس أو من أي مادة طاهرة حتى وإن كانت ثمينة غير ذهب وفضة كما سيأتي استثناءه والدليل على هذا الحكم أن الأصل في الآنية الحل عموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومن ما خلق سبحانه وتعالى وأوجد الأواني التي يستخدمها النس ما الذي يستثنى من هذا الحكم إذا كان الحكم هو الحل فإنه يستثنى من ذلك عدة أمور أولا الأواني النجسة والمراد بالأواني النجسة التي عينها نجسة يعني المصنوعة من شيء نجس كالمصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو من مواد هي نجسة في ذاتها فيحرم استخدامها هذا الحكم حكم الأواني النجسة عينا يحرم استخدامها سواء في العادات أو سواء في العبادات جلد الميتة له حالات الميتة هي ما ماتت حتف أم فيها دون ذكات شرعية تسمى ميتة ماتت منخنقة أو ماتت بمرض أو ماتت بترد أو أي نوع من الأسباب التي أدت إلى أن تكون ميتة فالميتة هي التي لم تذك ذكات شرعية جلد الميتة نجس لأن الميتة نجسة لكن هل يستفاد من هذا الجلد كإناء يستخدم في باب الآنية جلد جلد الميتة له حالات الحالة الأولى جلد ميتة معقولة اللحم مثل الغنم والبقر والإبل والأرانب وغيرها من المأقولة اللحم التي يجوز أكلها هذا الجلد جلد الميتة الميتة كما ذكرنا هي غير المذكة هل يجوز استخدام هذا الجلد وإن كان جلد حيوان يجوز أكله إذا ذقي جمهور العلماء قالوا يجوز استخدامه كإناء إذا دبغ يعني بعد الدبق والدبق عملية تطهير كان في السابق بالقرضي وبنوع من أنواع النباتات يضخر حتى تزال النجاسة منه ويصبح صالحا للاستعمال الآن ممكن أنه في المصانع الحديثة يمكن استخدام الجلد يمكن تطهير الجلد بمطهرات معينة المهم أنه إذا دبغ فجمهور العلماء يقولون إذا كان من ميتة مأكولة اللحم فإن ذلك فإن هذا الجلد يجوز استعماله وأنه يصبح طاهر بالدبق واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر وهذا رواه مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر هذا عام الإهاب عام فسواء كان مأكول اللحم وقد يشمل غير مأكول اللحم فهذا دليل عام فإذا دبغ فقد طهر أما قبل الدبغ فلا يطهر وهذا المفهوم المخالف إذا كان بالدبغ يطهر فإنه قبل الدبغ لا يطهر فلا يجوز استعماله إذن هذه الحالة الأولى الحالة الأولى جلد ميتة مأكولة اللحم مثل البقري والغنم ورحمة ذلك كنا يطهر في جمهور أو عند جمهور العلماء لحديث ابن عباس وقد خالف في هذه الحالة الإمام أحمد المشهور عنه فقال لا يطهر شيء من جلود الميتات سواء دبغ أو لم يدبغ واستدل بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام الشاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وهذا رواه أحمد وقد ذكر العلماء في هذا الحديث ما ذكروا في سنده وفي متنه قال ابن عثيمين والراجح رأي الجمهور أن الجلد مأكول اللحم جلد ميتة مأكول اللحم أنه إذا دبغ فإنه يطهر ويجوز استخدامه كإناء استدل أو أيد ابن عثيمين رحمه الله رأي الجمهور بحديث ميمون رضي الله عنها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاتا فقال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض والقرض نوع من النبات يستخدم في الدباغ الحالة الثانية في الجلود جلود جميع الحيوانات غير مأكلة اللحم غير الكلب والخنزير مثال جلود الثعالب والتمسيح والثعابين والحيوانات المفترسة ونحو ذلك إذن جميع جلود الحيوانات غير مأكلة اللحم التي ذكرناها سابقا واستثنيناها في الحالة الأولى واستثني في هذه الحالة الكلب والخنزير فإنه لا يدخل في هذا جمهور العلماء قالوا إن جلود الميتة كلها بما فيها جلود السباع تطهر بالدباق واستثنوا من ذلك الكلب والخنزير وما تولد منهما وقالوا إن الجلد يطهر ظاهرا وباطنا فينتفع بها في المائعات وينتفع بها في الجامدات واستدلوا بما سبق من الأدلة وقد وردت بصيغة العموم من غير تفريق بين مأكل اللحم وبين غيره ومنها حديث سبق ذكره أيما إهاب دبغ فقد طهر وذهب الحنابلة وهو أحد القولين عند المالكية أنها لا تدخل بالدباق والمقصود الحيوانات التي لا تؤكل غير مأكلة اللحم إذا ماتت فإنها لا تدخل غير الكلب والخنزير قالوا لا تدخل ويدخل في ذلك الكلب والخنزير دخولا أوليا فإذا كان منع في القول الأول ففي القول الثاني عند الحناب لا يدخل دخول أوليا أنه ممنوع أنه لا يجوز سواء دبق أو لم يدبق واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السبع قال ابن عثيمين والراجح هو قول الجمهور القائلين بطهارتها بعد الدبق لعموم الحديث الحالة الثالثة جلد الكلب والخنزير ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تدخل بالدباق لأنها نجسة مغلضة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نقسله سبعا إحدهن بالتراب فكيف يدخل جلده بالدباق إذن الراجح في هذا ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يدخل جلد الكلب والخنزير لا بالدباق ولا بغير الدباق لأنه رجس كما قال سبحانه وتعالى في الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس وهنا يعود على الخنزير بكل أجزائه اللحم والجلد فهو عام فيه